طيب احنا شنو عدنا عدنا البلوغ اوكي نصنع البلوغ لان حقنا البلوغ هو رح يكون الوسيط بين ال اي بي عيمالتنا وبين الواجهة الرسومية فهنا نجي على ال اي دا البتاع دا عندي مشكلة يتركي هذا 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 insert فارزة ونقطة احنا نقصنع الفارزة ونقطة اوكي الماب لازم فارزة ونقطة صح 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 اوكي هنا جيني عملنا new and folder انسميه بالبلوغ هذا رح نضيف شغلات البلوغز هنا هنا هذا راح يكون وسيط بين menu بين ال back end multi وبين ال الواجهات اوكي فهنا نعملنا file نسميه بال راح يكون هو مسؤول عن ال app ال events اوكي طبعا انت عندك ال events وعندك ال app اللي هو app states صح قلنا ال event هو من راح يتعامل ويا ال ui ويا الواجهة مع التطبيق اوكي احنا متفقين عليها ال state اللي هو من البلوغ راح يروح وين لل ui يعني ال event من ال ui لل state للبلوغ وال state لا من البلوغ للواجهة فاذا هذه هي جزئية التعامل مع الواجهة فقلنا اول شغلة شن سوين سوي abstract هاي دائما موجودة abstract class شنو احنا نبدأ نعدل عليه ال event ماتنا على شنو راح يكون عن البوستات تمام فنقول له هنا ال post event شون كنا عاملين الدرس السابق user هذا عن البوست هذا راح يكون مسؤول عن البوست حالة البوست فنقول له هنا extent من من قلنا equability تمام هو اخواتبل انا ليش يقول اكوابلتي ماعرف ليش المهم فهنا نجي نقول له add immutable تمام قلنا لا immutable نسوي له اوكي حتى لا يغيرون بال attribute ما لا تيبقى ال attribute ما لا تثابت بدون تغيير قلنا اذا نريد نحمل البيانات فنقدر نعمل class اسمه أمام من من الأعلى هذا الاب post event حلو هذا أكيد راح يشتكي يقولك انه قاني عندي class لازم تعرفه ماشي هاي مبدئيا راح يكون listه اللي راح تتعبه بالشنو بالposts تمام هذا أول class عندنا طبعا عملنا بالsmall هذا اسم class فلازم يكون بالكابيتال إذن هذا راح يجلب لي البيانات ماشي هذا هو الواحد الثاني راح يكون مسؤول عن الإضافة add فراح يكون عندي class بدل لوت post راح يكون add post event راح يكون extends من ال post event أقواس وفتحها راح يشتكي يقولك انا اريد الoverride مالتي اوكي يا حبيبي هاك الoverride مالتك ماشي بس هذا انا راح اضيف يعني انا راح اخذ من الواجهة معلومات فما ينفع انه يكون هشكل فارغ لازم ال constructor مالتا ياخذ معلومات من الواجهة مالتا التطبيق فشون اخلي هذا الشي بسيطة انعرف بداخل ال class مجموعات متغيرات اول شي انت ش تريد تريد string لتايتل فارزة مناقطة تريد ايضا string يكون المن للbody وايضا عندك شنو عندك ال user id لان هو انت اصلا بالاد لو نصعد لي فوق وينك 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 هذا هنا بالاد انت عندك هذا title وbody و user id بس يسمح لك ترسله فاذا انا عندي title body وايضا شنو عندي user id بيهذا الصورة زين بيهذا الشكل يعني راح اعرفهم طبعا هاذا ليش دي يشتكين لان يريد constructor فنقوله هنا انا right click and generate constructor هاذا نختارهم ونقوله اوكي that's it سوالي شنو صنع لي شنو صنعني constructor راشي بهاذي الصيغة طبعا قلنا ال constructor نحيطها بشنو اقواصم المجمؤة like this حلو هاذぞ г里 لازم يمليها المستخدم شن نجبرا انه يمليها باضافة كلمة required هاذا شرحت الكم اياها بال scout required هنـا فهذا اقدر ان ازل هالشكل Blick نرتبه هالشكل Ein هذا هذا و هذا حلو رح يكون بهذه الصيغة رح نضيع الوقت كلها بالترتيب والله اوكي بهذا الشكل و حتى بالأخير هم طلع شكل قبيع هاهاهاها يعني لو مم رد تبينيجان احسن اووررايد ش رح نقولها رح نرسلها اه احنا البروبس وصلنا هذي شن نعبيها هذي لازم احنا شنو هنها عاني تاقلها سترينج تايتل سترينج بادي ومنسيت اخلي ده فارز من قطع هناش اريد هذي البروبس المعلومات الان هي مغزونة في داخل هذا حتى اخليها تكون متوفرة على كل التطبيق فالمعلومات مالتي لازم اعبيها هنا شنو تحتاجه انت انا احتاج الى تايتل احتاج الى بادي واحتاج الى اليوزر ايدي ليش هذا الايفنت هو كلاس هذا الكلاس مستحيل ينطي لك هاي البراميدرات مالتا فحتى خليه يكون متوفر للواجهة اللي راح تحتوي على الاد بوست احتاج عن طريق البروبس اضيفها ايضا هالشكل طيب بالنسبة للابديت هالمرة هذا كان شنو كان اد يعني احنا عدنا الان الليست فرست وان وعدنا هنانا الاد تمام لود بوست والاد والان راح نجي شنسوي نسوي الابديت مالتا الابديت شنسوي نسوي نسوي باست اخر بدل الاد راح شنقوله نقوله اوبديت بوست هذا راح يكون مسؤولة على التحديث بالتحديث احنا نعرف كل الزين اذا نرجع للريبو بالتحديث انا اريد موديل بوست اوكي اراح ارسلها على شكل بوست فبالتالي اذا اجي على الإفنت اهنانا فهذا كله انا ما احتاجه انا احتاج واحد هو على شكل بوست موديل زين وسميها بوست انا احتاج ارسل اوبجيكت على حسب الريبو مالتي انا احتاج ارسل اوبجيكت ماشي اوبجيكت لان ارسل فاذن بوست راح يكون احنانا انا راح احتاج فقط اقوله شنو بوست this بوست this بوست اكيد هذي انتغيرو اللي مو نفس الاسم فاذن انا اريد ارسلها كاوبجيكت طيب هذا لازم يكون متوفر بالواجهة مالته اللي هو راح يكون متل ادت فاجي اقول له عندك على بوست that's it هذا يبدأ طيب اذا انا اريد اجيب عنصر واحد بعيني يعني ما اريد اجيب كل العناصر اوكي اريد اعمل هذا الخطوة اللي هو هذا get اللي هو ياخذ id بس فاقدر اصنع الى event نعم هنا نقدر نجي ننزل للأسفل ونقوله شنو شوف حبيبي هنا انت عندك شنو fetch خلينا نقول ان سمي fetch specific 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 post ايه مختبا ها ايه مختبا بوست هذا راح يجيب لنا عنصر واحد فقط الـ event مالته ماشي اكيد هنا هو دا يجيب id فالid هو يكون عشق الانتجر شون عرفت انتجر هذا شوف الـ مالته انتجر تمام ما بهذا double code فاني اريد انتجر واند هاذا راح يكون شنو يكون id فلما تجيب ايه احتاج للـ id هذا جيب احنا اوكي واريد ID انطيني ID زين هذا بالنسبة لمن هنا ايثنك السبسيفك انا EC اوكي ECIFIC اوكي 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 تمام ادليت شنو هو ادليت نفس فكرة ال GET نفس فكرة ال GET عنصر واحد اللي هو راح يكون شنو هنا انا بدل الجسمة راح يكون دليت دليت اوكي and هذا ايضا راح يكون دليت طيب هو راح يحتاج بس ID صح لان لو تجي هنا للريبو where انت هذا بس يريد ID انطيني ID وانا احذف لك اياه فهنا انا بالإفنت نفس الحال احنا راح نطلب ال ID عاي كونستركتر مالتو ونعلن عن ال ID يعني مجرد انه اضغط عليها هذا راح يحذف لي اياه جريت احنا خلصنا شنو خلصنا الإفنت مبروك عليك اوكي نفس الكلام راح نحتاج وين بالستيت اوكي نفس الكلام راح نحتاج وين بالستيت نقدر ناخذ هذي الجزئية نعمل او لا اذا نعمل اكوبيو هذي تتخربط علينا خل نكتبها من جديد هنا abstract class post state تمام extent من equatable equatable بيهذا الصغر اجي هنا طبعا هذا اعمل ذاك عملنا immutable صح ايه immutable زين هذا من foundation foundation تمام اوهنا نعمل class لشنو لpost loading تذكرون user loading state هذا المرة يكون post loading state يكون extends من post post state اوكي من هذا راح يعمل extend اقواس افتحها هذا راح يشتكي يقولك انا اريد الـ override multi هذا override multi تمام وقلنا هذا نحذف نعمل بيهذا الصغر like this اوكي يبقى عدنا شنو بعد ما يعمل loading نريد نسوي شنو الى loaded ورما جلب البيانات اوكي list وتكون هاي list على شكل post model post model اوكي بيهذا الصيغة و نقدر نسميها for example posts اوكي هذا راح يجلب لي البيانات مالتي and post load state الـ constructor مالتى راح يكون this dot posts اوكي بيهذا الصيغة list dot post هذا يحتاج انه نجيب الـ model مالتى اوكي هذا فارز المنقطة مالتى ناسين احنا like this طيب ورما جاب الـ post راح شنو نعرفه للـ page مالتى نعمل نصنع screen مثلا او ui او page الواجهة رسومية ف عن طريق الـ props راح نرسله الى البيانات فالـ props هو يفيدنا جدا انه يرسله لانه هذا راح يبقى بداخل الـ class فاحنا نريد نعمم على كل الـ project في حالة انه فيشل في جلب البيانات فلازم يكون عندك شنو post error state error state فاذا صار عندك error هذا نقدر نقول final مثلا string وهذا نسمي error error وهذا this error وهذا راح ينطل error and have post error state جميل جدا 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 على فكرة نفس الكلام تقدر تتطبع إذا تريد تجي البيانات لعنصر واحد فقط فهنانا تقدر تقول الشنو post خلي نقول specific I think هنا I ok وهنانا أيضا بهذا الصورة طبعا إذا تريد تجي post واحد فبالتالي لازم تنطيل شنو النوع مالته يكون post model ok لازم تجي لها title وال id يعني انت تريد تجي عنصر واحد فهذا object تمام فانت راح تجي لها كل العناصر فهن أنا قدر نقول post ok ما نقول posts لانه راح يجيب لنعنصر واحد post فrequire شنو post وتجي تالين عنا فالpage اللي راح يدخل لها يطل للمعلومات مالتا فهاي هي الحالات اللي احنا عدنا وهي هي اليفنتات اللي احنا عدنا الحالات واليفنتات يبقى عدنا شنو الربط بين عالية الربط راح تكون عن طريق منه هنا عندي فت error معين وينك تعال a body هذا ناسين الفارز المناقطة يس هذا ناسين الفارز المناقطة وهذا ناسين الفارز المناقطة اختفى اليرور حلو يبقى لنا شنو يبقى لنا نعمل البلوك اللي راح يربط بين اليفنت والست فنجي نفس على البلوك فولدر هنا نجي نعملنا فايل نسمي مثلا ب a app blog او blogs نايس احنا احتاج استخدم او اصنع لي class اسمها post blog اوكي تكرر تسمي اي شي هذا بس هو اكيد extends لازم يصير من منو من ال blog class هذا ما تكرر تسمي اي شي هذا هو blog نفس اللي يجي من هذا يعني هذا ال class هو يكون عادي بس نواع البلوغ فبعد ما تعمل extend البلوغ رح ياخذ قيمتين القيمة الاولى مثل ما قلنا event والثانية هي state فتيجي تقول عندي post event هنا فارزة رح يتعامل مع منو مع state اللي هو post state post state اوكي وتفتح الاقواس مالتا فpost event تقول import والpost state also import نايس بهذه الصورة طبعا تحذير انه يقولك انه لازم تقول super call معرف شنو للpost اوكي هذا رح نحتاجه بس مهنا نجي نعمل final مثل ما قلنا هذا رح يمتلك بيانات فبالتالي لازم يتعامل مع منو مع post reposite tree فاجي هنا اقول final post reposite tree underscore post reposite tree فارزة مناقطة حلو اجي لازم اصنع constructor malta فاجي يقول الconstructor malta وفي داخل constructor لازم يجلب البيانات اللي هو هذا كون انه تابع الclass فلازم اقول شنو قبل ها this حلو احنا اقدر اقول شنو super اصوي casting المن لال تذكروا السوبر اللي قبل شوية كان ذيطلب ه فهنا رح اقدر اذكر السوبر malta السوبر malta الشي يكون اول مرحلة من يدخل للpost هو لازم يكون loading تمام لولا فبالتالي يعني هنا من اقول super فالسوبر رح يسوي casting للstate اللي هو post loading state او الشي يحمل البيانات فهنا اقول اول شغلة تعمل ها هي تحمل البيانات نخلى الاقواس malta لان ننساها ونفتح الاقواس وداخل الconstructor طبعا هذا يريد انه ينادل المكتب malta فنقول import داخل constructor نيجي نخلي العمليات مالتنا اللي هو read update delete والاخر احنا اخذنا function اللي هو اسمه on هذا on function تمام قلنا رح نقدر انه نقول النوع malta رح شي يكون هنا نحمل بي شنو ال event اوكي فال event مالت شي يكون load post event تمام فاجي هنا اقول load post event ماشي هنا عندي event وهنا عندي emit كلنا هذا emit اللي هو blog رح يرسل للواجهة event اللي هو من الواجهة رح يستلم منه البلوغ فواحد رسال واحد استقبال فاني استخدم emit حتى ارسل من البلوغ ارسل للواجهة فstate هذا رح يكون نفتح الاقواس مالتها ننزل enter and لننسى هنا نعمل او سوري مو هنا نعمل هذا نحذف اوكي هنا خلين نقول لها sink نعمل اقواس بهذه الصورة لننسى هنا فارز من قطب الاخير تمام ونفتح في داخل ها شو رح اقول اقول امت هذا امتر اللي هو شنو ارسل بيها state فاقول اللي امت ارسل منو بعد ما يعمل اللودينج اوكي اني اريد شا سوي اريد هنا ارسل الامتات مالتي الاستات مالتي اول واحد هو شنو class الاست بعدين الاست بعدين الاست صح فهنانا اول مرحلة اللي هي عندي شنو عندي البوست لود state هذا الاست رح يحتوي في داخل ها على سبي مثال هنا هذا اللودينج الكونسركتر مالته هذا فارغ صح يعني اذا اجي هنا اللودي state لاحظ الكونسركتر سوري هذا اللودي state الكونسركتر مالته فارغ ما عنده كونسركتر اصلا فبالتالي رح يبقى فارغ موجود لان هذا في مرحلة اللودينج اللي هو اللودي رح يظهر امامنا ماشي ونخلي له هنا فارز منقطع طيب بعد ما ايضا اعمل امت هالمرة احاول اجل بالبيانات اللي هو عن طريق post loaded state اللي هو يحتوي على posts فاجي هنا اقول post loaded state شوف هنا اطاني ارور بالاحمر ليش لاني يقول لازم تنطين الريبوسايتوري الريبوسايتوري مالتي هو هذا هذا هو الريبوسايتوري مالتي فأني اقدر هنا بالتراي قبل لا ارسلها للمستخدم اقدر اقول انتظر انتظر الرد من post repos سايتوري شون اجلب البيانات عن طريق get all مو get posts هذا الفنكشن اللي رح يجلب لي كل البيانات هذا فاذن هنا اقول انت رح تجلب لي البيانات كلها طبعا هذا اقدر اخليها بداخل متغير يعني اقدر قول اقدر ارسله المن للloaded state بالتالي رح ارسله للواجهة اذا صار عندي error اوكي هنا اقدر اعمل emit المن امت للerror state اللي هو هذا error state فاقدر اقول لها error حلو بس هذا ياخذ string فبالتالي اقول e اللي هو هنا هذا catch e dot to string حتى يحاولي يحاوليها الاستجابة او ما جاب data الي اذا هذا اول emit هذا احنا عملناها بالدرس السابق صح طيب في حالة انه اريد اضيف add add اشون رح يكون update اشون رح يكون اذا اريد اجيب عنصر واحد اشون رح يكون اذا اعمل delete مثلا اشون رح يكون اذا اشون رح ارتب ها كلهن on تمام عندي ايضا event وهنا هالمرة ال on event مالتش رح يكون load عدنا شنو add اريد اضيف فهنا ال on مالتي رح يكون شنو add event او add post event ايضا اهنان نجي نقول sink نفتح الاقواس مات المجموعة هذا لانا سهنا فارز وانا قطع وعمل enter طيب شريد اني احنانا مثل ما اني دا اجلب البيانات انا بال event اني شنو عندي اضيف اضيف اوكي بس شون اضيف اضيف لل repository اللي هو وين create هذا اللي هو يستقبل شنو model فاذا اجي على البلوغ ايضا عن طريق ال repository اقول await underscore repository dot create post صح create post post model تمام وال قوسين مالتا شوف احنانا انطاني شنو انطاني error ليش لاني يقولك هذا عند constructor او شي خلي نقول import تمام يقولك شنو عن هنانا هنانا post model لازم يحتوي على شنو على ال id وال title وال body فش اقول ال id مالتاك رح يكون شنو user user او مو user عفوان ال id مالتاك ش رح يكون شوفوا احتاج اخلي id احتاج اخلي title احتاج اخلي body تمام بعد ما عندي فهذول منين اجيبهم احنا قلنا الامات اللي هو من البلوغ للواجهة طيب من الواجهة للبلوغ event اوكي event قلنا ف event dot شوف قدر يوصل لكلتهم user id event dot title event dot body اوكي واذا عندك اكثر هاي خلاص اضيفهم كلتهم بهذا الشكل and that's it هو هذا المطلوب من عندك حلو هذا هو منو هذا جماعتنا اللي هو ال on and هذا ماشي فهذا بالنسبة لل add طيب update ايشلون update تقريبا نفس الفكرة ايضا ااخذ نسخة من ال on لشاهد كتابتا هالمرة هذا ال event مالتا شو رح يكون update فاجي هنا اقول شنو اقول update اوكي شوف انطاني error لين ال update يختلف شوية ال post repository احتاجه بس بدل create رح يكون شنو update post ال update post يحتاج الى model ال post model يعني هذا this one هذا كل لازم نحذفه لين هو يحتاج شنو يحتاج الى post اوكي فpost post النوع مالته ال update ماشي خلن يجي هنا repo site create update شوف لاحظ يريد post فلازم نوفر للمodel نفسه فشنو نوفرها عادي هنا نجي نعمل post model post model هذا اخر واحد post model وهذا post model اسمي بpost متغير واجي اقول شنو اجي اقول اقول لهنانا or maybe احنا ليش ما نعمل شي يعني احنا هنا نقدر رأسا شن قل اصلا ال event اللي جاي من الواجهة رح يحتوي على شنو يحتوي على post فنقدر شن قل نقول event post رأسا هذا ال update تتخيلوا هذا جزئية بس اوكي اذا ريد مثلا نجيب معلومة معينة معينة اوكي فهنانا ايضا on بس هالمرة شنو هنجي لل event هذا هو الفيتش اوكي هذا يجيب لك قيمة واحدة بس يعني عنصر واحد بس يجيب لك هنا فنقدر هنا نقول شنو لل event هذا ال specific اوكي event السينك ايضا هنا ممكن نقول post model post model زين والpost model راح يكون post يساوي await repository dot get شوف post by id ال id من نجيب ايضا من الواجهة فانت من event راح تجيب ال event راجع لل block فعندك id تلاحظوا واتوماتي عفوا انا واتوماتي اندي يشوف هم بعد ذلك تقدر ترسل emit اوكي فهذا تقدر ترسل emit مثل هذا بعد ما انت أخذت البost تقدر ترسل المن تقدر ترسل ها لل واجهة طبعا احنا قلنا اذا emit فانت ترسل شنو ترسل state الى اللي هو هذا اوكي ترسل state اللي هو ياخذ post نايس بهذه الصورة راح تكون عندك شنو المشكلة هنا انا عدنا اوكي بعد قوس نحن ناسينا يس بعد ناسينا قوس واحد بقى فننزل هنا الاسفل مثل الupdate اهن بدل ال event ما التقش راح يكون راح يكون delete post event اوكي عند بالdelete انت راح تحتاج لل id ف event dot رأس راح يطال لك id اوكي event dot id هذا المن هذا للdelete طبعا هذا نقدر نقول dot delete post اوكي راح يختف وتقدر شو تسوي بعد ما تحذف تحدث البيانات شان تحدث البيانات منو كان يحدث لنا البيانات او يجلب لنا البيانات post loaded state اوكي اللي هو بالاصل من post دندرندن وين post دندرندن اللي هو post load post event اوكي تقدر تطالب load post event حتى شو يحمل لك البيانات ف تقدر بعد ما يخلص هذا تقول لك كلمة add شوف ويريد من عندك event add event منو هذا فيحدث لك الواجهة يعني مثل يعمل لك refresh انه من ينحذف يبين عندك منو اللي ينحذف زين هاي صيغة لهنا احنا كملنا شنو البلوكس بقعدنا شنو تصميم الواجهة اشتركوا في القناة